الأحوال والحمد لله للناجحين بتتبدل والمحظوظين واللي بيصادفهم التوفيق والموهوبين إن اللقطة الأخيرة بيبقى فيها يمكن يكون فيها رغد حياة مرفهة ده ممكن ينسيك أيام الضنك؟ أبداً زحفت على إداية بالفن أنا سبت المدرسة عمر 12 سنة عشان يساعد أبويا ودي شرف لي سبت المدرسة عشان أشتغل أشتغل وأتعلم العود وما سبتش العود ولا سبت الشغل اللي غاية ما بقيت نجم أقدر أعيش وعيل عيلتين من وراء الفن يعني أنت جواك كانت رغبتك أنك تكمل المدرسة بس كانت الظروف أصعب الظروف صعبة كنا عشرة في البيت وكان أبويا رقيب درك يعني فحسيت مش هادر يعلمني فخدت القرار أنا قال لي يا شغل يا علم تعلمني إزاي طيب ما أنا شايفه تعبان وشايف الوضع صعب وأصعب شغلانة اشتغلتها؟ اشتغلت بالكهرباء اشتغلت بالنجارة حملت خشب على كتافي وكنت سعيد عمري بكنت زعلان ولا مرة زعلت من أبويا ولا مرة حسبته بالعكس لما كان بالحج أنا أبو قويا كان أمنيته جاور الرسول اللهم صلي وصلي وبركاته فتشوفي أمنيته حضر لي حفلة واحدة قال لي بص تحبني؟ قلت له أؤمرني بس أنا عايز أسعدك قال لي أنا عايز أجاور الرسول أصحابي أخدوه هناك وعملت له إقامة وجاور الرسول ثمان سنوات وتوفى هناك لأن أمنيته كان كل ما يصلي يبكي ويقول ربنا ما أموت إلا في الكعبة هناك وتوفى بالكعبة هو بحج عليه رحمة الله فطبعا أنا كنت حامل عيلتي كلها أخواتي كلهم بالحرب فعانينا بطريقة صعبة جدا يعني كنت تقبض من الشغل وتبعت لعيلتك أكيد أكيد وده ما عنديش منية أي حد يسمعني ده أقل حاجة الإنسان يعملها مع عيلتهم ربنا بيجعل بكل بيت أو بكل قسرة جسر هو نحن عشان نقدر الناس دي تعبر من خلالنا وربنا بيدينا عشانهم وهي طبعا لذلك خلقت المحبة والأسرة والرحمة يعني فهمك وربنا أعطانا كتير الحمد لله الحمد لله الزكريات فيها لكن أخدوهم يا مونة مين أخدوهم البنك انت ضاعت عليك فلوسك في البنك عارفين نصات لبنان ها آه طبعا أخذوا فلوسنا كلهم تصوروا هو أنت فلوسك كلها كانت في لبنان آه من قد ما عندي ثقة بلبنان وكل العرب مش بس أنا ده كان بتضرب بيها المسأل البنوك اللي بناني سويسرا الشارق آه يعني الله الله ينتقم منهم خربوا البلد لا استناني بس يعني أنت معظم فلوسك كانت في البنوك أنا وزوجتي وأصحابي كلهم يعني أنت دلوقتي ما تقدرش تسحب من البنك غير بآه يعني بتاخد مصروفك من البنك يعني بيدوني 400 دولار بالشهر شفتي تغهوش أنا فإن أنا عملتها دوم وأنا في ناس لما عرفوا قصة البنك بطل يردوا على التليفون عليها لا والله عظيم من المعارف ومعهم ملايين آه وفي ناس عاديين جداً وقفوا جنبي أجدع من مليون آه ناس تاني أنا حقول حاجة أنا ونزال فانسيس كتبنا بلحنها دلوقتي آه طبعاً ملاحن بتقول أهل الوفا قالوا كتير ومع الأيام بيقلوا جربش مرة اختبار صغير تعرف حقيقة هالزمن كله رش القمح بتغطل عصافير كب العظم الدياب بيطلوا كب حالك شوف شو بيصير الكل بفل بالوقت العصير وحده نصحاب الحق بيضلوا ايه كلام الخلو ده نزال فانسيس ده كلام خلو جداً رش القمح بتغطل عصافير تيجي وتخط وتبقى موجودة تتلم كب العظم الدياب بيطلوا كب حالك شوف شو بيصير طب أكيد أنت من الناس اللي في الأول ما صدقتش أنه كل مدخراتك ما تقدرش تصحب منها حاجة صعب صعب كتير الله يكون فيه أنا أنا يرقب منها كريمني الحمد لله أقدر أشتغل برة لكن اللي عنده معاش واللي حاطت آخر عمره تقاعد بيطاعة وعشان يعيش بكهرامته ده خلاص اللي كان ياخد ألف دولار الوقت بياخد مئة دولار صعب إيه شهر الظروف صعبة والأيام صعبة شهدت بمرة قلت أنا مصر بخير رغم ظروفها ربنا يديم البلد دي ربنا يهون كل صعب صعب أنا عارف الظروفنا كل صعب ربنا يهون كل صعب لكن اللي أصعب أنه أنت لا كهرباء عندك ولا مية معاشات راحت فلوسك راحت فالفقير ده يعني لو ما عندناش ناس مقتربين برا ويبعتوا لأهليهم مئة دولار ولا مئتين دولار ده مأساة وده لبنان عارف بلد عايش على اللقمة والأغنية والموسيقى والحب يعني البلد الجمال ونفس الوقت شعب مقاوم فظيع بلد الجمال كل الشعوب وكل الدول بتمر بمطبات الحمد لله إن شاء الله لبنان قريبا تعود إلى وهاجها والفلوس تطلع من البنج ويفرج عنها إن شاء الله يا رب يا رب اشترك في بقات وطشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه